اكد معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اكد ان مملكة البحرين تمكنت بفضل دعم جلالة الملك المعظم ومتابعة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراح في دهم الله المستمرة تمكنت من تزيل مؤشرات ايجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي بعنوان الطريق الى التعافي الاقتصادي ضمن جلسات منتدى التعافي الاقتصادي الذي يقيم تحت رعاية رئيس مجلس الشورى المؤشرات الايجابية التي تحققت ضمن مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي تؤكد بان نستعدن التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع افتتاحية يملأها التفاؤل وتحمل بشارات خير لقادم الايام بهذا الاستهلال المشرق قدم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كلمته الرئيسية في منتدى التعافي الاقتصادي تحت عنوان الطريق الى التعافي الاقتصادي والمهم اكد ان كل ما يتم منجازه هو فعلا بروح الفريق الواحد وفعلا بروح فريق البحرين فريق البحرين بجميع اجهزة السلطة التنفيذية جميع اعضاء السلطة التشريعية بالشراكة فعلا الشراكة الفعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل اجهزة الدولة وهو اللي يضع مملكة البحرين على الطريق الصحيح لتنفيذ كل المنجزات وان شاء الله الانجازات المستقبلة واشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الى ان الحكومة حريصة على تنفيذ الاولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي واهدافها الرئيسية وتتمثل اهدافها في اولا خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الاول في سوق العمل وثانيا تسهيل الاجراءات التجارية وزيادة فعاليتها بهدف استقطاب استثمارات بقيمة فوق مليارين ونص دولار بحلول عام الفين وثلاثة وعشرين ثالثا تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى اطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة فوق ثلاثين مليار دولار امريكي رابعا تنمية القطاعات الواعدة بهدف نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة خمسة بالمئة في عام الفين وثنين وعشرين وخامسا الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام الفين واربعة وعشرين كما اكد معاليه على الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره وهو ما تعكسه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص ولما نشوف تسهيل الاجراءات من المهم جدا ان تكون مملكة البحرين بيئة عمل حاضنة للاستثمار وحاضنة للاستثمار بشفافية وبعدالة وبتنافسية هذا جدا مهم لاستقطاب رؤوس الاموال انه لازم يكون في شفافية في الموضوع ولازم تكون الفرص متاحة للجميع للاستثمار بطريقة توصل الى القطاع الاستثماري فعلا تركز على ان توجه الحكومة هو يكون ان الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك للاستثمار هي الاولوية واشار معاليه الى ان المؤشرات الاقتصادية ايجابية ومبشرة بالخير من خلال ما نراه من نتائج العمل في المسارات المختلفة التي تم تنفيذها ومنها مبادرات خطة التعافي الاقتصادي التي اسهمت في دفع عجلة نمو الاقتصادي والتي تبينها اداء المؤشرات الاقتصادية في الربع الاول من عام 2022 بالمقارنة بذات الفترة خلال العام 2021 مشيرا الى ان هذه المؤشرات تعكس تحسن اداء عددا من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها معدلات نمو ايجابية وذلك بالتزامن مع اطلاق خطة التعافي الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر